في مهمة جديدة يخوض الجيش الوطني معارك عنيفة لاستكمال تحرير مديرية السرواح بمأرب من قبضة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح معارك الساعات الاخيرة احبط خلالها الجيش الوطني محاولة تسلل لعناصر الميليشيا الى مواقع الجيش ما اجبرها على التراجع الامر الذي خلف مقتل وجرح العديد من عناصرها تجمعات الميليشيا في سوق سرواح الذي يعد اخر معاقلها كانت هدفا لمدفعية الجيش الوطني الامر الذي ادى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها وفق ما اكده مصدر ميداني على بعد كيلو مترات من المواجهات على الارض كانت مقاتلات التحالف العربي قد استهدفت بغارة جوية مواقع الميليشيا هناك مخلفة قتلى وجرحى وفي المخدر ادت المواجهة العنيفة التي استمرت لساعات بين الجيش الوطني من جهة والميليشيا من جهة اخرى الى مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيا تحاول الميليشيا من وقت الى اخر التسلل الى مواقع الجيش الوطني بسرواح في محاولة لتعويض خسائرها على الارض ومنع تقدم قوات الجيش الوطني وهو ما ينعكسه سلبا على محاولاتها وتكبيدها خسائر في العتاد والارواح